خليل من السويد يعني كان يتحدث عن النقد الذاتي هكذا فهمت منه أنه عندما تجاسر أحدهم على سيدة نساء العالمين وأظنه يتصور سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله هكذا هو يقول لم نسمع لكم رأي في ذلك رأي لي؟ لا في وقتها عندي كانت محاضرات بيّنت الحقيقة التأريخية ما هي ولكن إذا كنت تتوقع أنه أيضا أدخل في أسلوب إيجاد الشحن واتهام الآخر وتسقيط الآخر وأنه ظل وأنه خارج عن المذهب لا عزيزي هذا ليس أسلوبي وليس منهجي التفتوا ولكنه إرجع إلى ذاك الوقت تجدني وقفت وتكلمت بشكل واضح وصريح أن هذه ظلامة الزهراء وهذه أدلة تلك الحقيقة فمن شاء فليقبل هذا الاتجاه أو يقبل ذاك الاتجاه أما إذا كنت توقع مني الأسلوب الآخر لا أنا لا أوافق على ذلك الأسلوب عزيزي في أي مورد كان حتى من يخالفني على مستوى العقيدة أيضا أنا لا أسمح لي الأسلوب الاستفزازي أو الأسلوب الاستهزائي بالآخر